بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على الشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة الطالبات الصف الأولادية يزاكم عملي ايه؟ يارب يكونوا بخير النهاردة ان شاء الله نكمل مع بعض يونت 11 في منهج انجلش وورل 7 اخلنا في يونت 11 اخلنا فيها بارت 1 ونهاردة ان شاء الله نكملها معكم باسمها الحمدي كونسا وانجلش يلا بينا؟ عندنا بارت 2 ناخد فيه طبعا زي ما تعرفين ناخد فيه الجزء الاول من الجرامر هناخد فيه حاجة اسمها reported statements اللي هي ايه؟ خلنا قبلكها طبعا يعني عندكم فكرة كده عن حاجة اسمها ال reported speech وال direct speech يعني الكلام المباشر والكلام غير المباشر او الكلام الايه المبلغ يعني عندنا الاول ال direct speech الكلام المباشر هو الكلام اللي بيخرج من فم المتحدث كما هو من غير اي تغيير باخد الكلام وبنقله زي ما هو مبغيرش فيه مبغيرش في شكله زي ما اقول مثلا ايه؟ هنا جملة عندي كده بيقولك he said the watch is expensive الساعة بيكون ايه؟ غالية زي ما مثلا ما نقول mom said mom said mom said i am tired يعني ايه؟ ماما قالت i am tired انا تعبان هي الجملة دي اصلا ماما كانت قالتها ايه؟ انا مثلا كنت بتكلم مع مامتك فقيتلك i am tired انا تعبان انا متعبة فانت روحت مثلا خرقت من القوضة اخوك او باباك بيقولك هي ماما قالت ايه؟ فانت بتقوله mom said i am tired الكلام بالشكل ده i am tired انت انقلت الجملة او انقلت الكلام زي ما ماما قالته بالظبط مغيرتش فيه صح كده؟ الكلام دي بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه diet speech diet speech يعني كلام مباشر زي ما خرج من فم المتحدث من غير اي تغيير report speech بقى هو اني انقل الكلام نفس المعنى بنقل معنى بس شكل الكلام بيتغير يعني ممكن اقول ايه مثلا نقول mom said جملة زي دي نقولها نخليها reported speech فانقل mom said that she was tired ماما قالت ان هي كانت تعبانة يا ترى ايه اللي عملنا؟ يبقى الجملة دي reported speech يعني ايه reported speech؟ يعني كلام مبلغ كلام انا بغده بنقله عن الشخص اللي قاله بس بغير في ايه في شكله اوكي؟ الديك سبيتش بانقل الكلام بغده بقوله زي ما هو زي ما اتقل بالظبط مغيرش في شيء فهنا قلنا ايه report speech قلنا mom said وبعدين وبعدين بحذف حاجة اسمها quotation marks اللي هي ايه علامات التنصيص دي quotation marks دي ليه علامة الايه تنصيص الاقواص الصغيرة دي بحذفها وبعدين بعمل ايه بحط ذات بعد ايه جملة القول جملة القول دي اللي هي mom said اوكي؟ فبقول mom said وحط بعدها ذات وممكن احذف ذات استغنى عنها ما اكتبهش فممكن اقول mom said وكمل الجملة من غير ذات وممكن احط ذات هنا قلنا mom said ذات وبعد كده بعمل ايه بقى؟ اللي احنا عملنا دلوقتي حذفنا الكوتشا ماركس علامات التنصيص واستخدمنا ذات ويمكن الاستغناء عنها وبعدين ثالث حاجة ان بغير الضمائر الضمائر ايه؟ بغيرها يعني مثلا الجملة هنا قلنا mom said وقلنا ايه؟ هنا كانت الجملة بتقول I am tired فالضمير هنا اللي هو الاي الاي بغيره بغيره ازاي بغيره؟ طبقا ليه؟ الفعل اللي هو في جملة الايه الكل دي هنا عندي الفعل ايه؟ طيب مام يعني ايه؟ مام يعني شي كي لو هستعيد عنها بضمير هستخدم شي يبقى هنا هشيل هغير الاي وخليه شي mom said that she عايز اقول ماما قالت ان هي كانت تعبانة يبقى كده غيرنا الايه؟ الضمائر طب الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ بغير التنصيص الأزمنة او بغير التنصيص بغير زمن الجملة يعني ايه بغيره؟ طب بغير الزمن ازاي؟ بحوله للpast يعني الزمن بحوله من present من المضارع للpast للماضي لو الزمن عندي هنا في الجملة بتاعتي present simple بحولولي past simple لو present perfect بحولولي past perfect لو الزمن عندي past simple بحول بسيبه يا ايما ممكن اسيبه past simple او احولولي الزمن الابعد الماضي الابعد يعني past perfect لو present continuous بحولولي past continuous لو ايه كمان؟ present perfect continuous حولوا past perfect continuous وهكذا خلاص؟ طيب هنا عملنا ايه؟ تاني حزفنا الكودشان ماركس استخدمنا ذات وممكن استخناء عناه غيرنا الزمائر غيرنا الزمنة هنا الازمنة حاولناها من present لpast نشوف كده طيب بصوا على الكتاب بتاعنا هنا بيقول ايه؟ بيقول I want to go to bed early هي said اريد ان اذهب الى السرير يعني عايز انام اريد ان اذهب للنوم يعني مبكرا هي said لما نحاولها لي حطوا ديكم بعد اذنكم هنا ما يعني ما تبصوش على الايجاب على طول هنقول ايه؟ I want to go to bed early هي said فهنقول ايه؟ هنقول نحاولها لي report speech نقول ايه؟ ها طبعا قلنا طبعا الكوتشان ماركس بنحزفها ومن غير الازمنا هنقول he said that ها ال I الضمير ده يتغير هنخلي ايه؟ هنخلي هي يعني هو قال انه هو كان عايز يرؤي انام بدري he said that he wanted وان الجملة عندي present simple يبقى هنحاول الزمن لي past simple want تبقى wanted he said that he wanted to go to bed early he said that he wanted to go to bed early طبعا past simple يا اما تبقى past simple يا اما تتحول لي past perfect هنا I finished work early Alex said I finished work early أنا انهيت العمل مبكرا Alex said لما نحاول هالي report speech نقول Alex said that she finished work early أو Alex said that she had finished work early هنا وحط لي هات بين قصين على اساس ان ياما بخليها past perfect اللي هو بتكون من هات plus past participle تصريف الثالث ياما بخليها past simple زي ما هي خلاص طيب الجملة اللي بعد كاي بقول لي الجملة عندي present continuous مدارع مستمر بيقول she is feeding the hens هي بتطعمل ايه الدجاج he said هو ايه طيب نقول ايه با هنقول نحاول لها report speech نقول he said that she was feeding present continuous تحول لي past continuous that she was feeding the hens he said that she was feeding the hens past continuous I was planning to call you later يعني انا بخطط ان ايه اكلمك فيما بعد بعدين she said هنحولها الايه جملة عندي ايه ها جملة عندي ايه past continuous ال past continuous تتحول لي ايه past continuous هتتحول ليه احنا قلنا بروح للزمان الابعد من كده الابعد منها ايه من past continuous past perfect continuous اوكي يبقى I was planning to call you later هتبقى ايه she said هنقول she said that ها she she ايه بقى ها past perfect continuous بيتكون من ايه ها гдеเชم ها هات بن هات بن بلاس ها هاد بن بلاس بلاس يبقى ال past perfect continuous بتكون من هات بن بلاس quarب ing ومكن برضو ممكن الباصت كنتينوس يفضل زي ما هو زي ما هنا كنا بيكلم في اليه في past simple ياいうما نحولها الم Past perfect أو تفضل past simple زي ما هي يبقى I was planning to call you later she said ممكن نقول she said that she was planning she was planning to call me later أو she said that she had been planning to call me later present perfect بقى بتحاولي past perfect I've bought a new dress said Nada فهتبقى اي نحاولها اللي reported speech هنقولي بقى هنقول Nada said that she had bought a new dress Nada said that she had bought a new dress طيب هنا بقى future with will future with will هنعرفين الفيوتشر ده يأما future with will بيتكون من subject فعل plus will plus الverb في الانفينيتيب ويأما باستخدم ايه باستخدم be going to plus الverb في الانفينيتيب يعني subject plus am أو is أو are plus going to plus الverb في الانفينيتيب طيب هنا الأول future with will زي مثلا i'll talk to you tomorrow she said يعني هكلمك بكرة she said لما نحاولها report speech نقول إيه برافو هنقول she said that she will هتتحول لي would will تتحول الباست منها would الباست من will would يبقى she said that she would talk to me tomorrow بتتحول حالة كمان نستقولها لكم أن عندي بعض time expressions يعني مصطلحات زمنية بتتغير لما بحولها لreported speech المصطلحات زمنية أو time expressions دي بغير زي مثلا عندي هنا tomorrow تتحول لإيه report speech تتحول لي the next day the next day خلاص كده وهنشوفهم دلوقتي هنا مثلا عندي can may shall must can الباست منها could may الباست منها might shall الباست منها should we must الباست منها هاتو خلاص فهنا بيقول I can drive a car he said يعني أستطيع أني أقود سيارة فنحاولها report speech نقول he said that he could drive a car he said that he could drive a car طيب الصغة التانية الفيوتش اللي هي be going to اللي هي am أو is أو are going to طبعا بلاص الفربي في الانفينيتف زي مثلا he is going to buy a car يعني هو سوف يشتري سيارة عندما بنحاولها لإيه لي am بتبقى was we is برضو بتحاول was we are بتبقى we're going to أوكي فمثلا he is going to buy a car هو سوف يشتري سيارة هتبقى إيه بقى هنقول he said that he was going to buy a car he said that he was going to buy a car have to have to has to بتتحول لإيه شطر بتحول لإيه هاد تو ده الماضي منها هنا مثلا he said I have to do my homework يعني أنا مضطر يجب يعمل الhome بتاعي نحاول ها report speech نقول he said that he had to do his homework he said that he had to do his homework يعني من المحتم عليه إنه هو يعمل الhome مركب بتاعه قلنا لسأليم شوية إنه في بعض الكلمات وبعض time expressions المستحط الزمنية بتتغير من direct speech زي مثلا now بتتحول لإيه then حفظوها كده ممكن أقول برضو at that time أو immediately حفظوها then يعني أسهل لك شوية today أو tonight تحول إيه today تحول لي that day tonight تحول لي that night يصر the day before أو the previous day يعني طبعا الحاجة دي حفظ tomorrow تتحول لي the next day أو the following day this week تتحول لي that week these weeks تتحول لي those weeks last week الأسبوع الماضي تتحول إيه the week before أو the previous week the week before or the previous week next week الأسبوع القادم تتحول إيه the week after أو the following week the week after أو the following week sorry جاء واحدة كده yeah two days ago يعني منذ يومات هتتحول لي إيه two days before يعني من قبل يومين two days before here تحول لي there come طب دي كلمة بقى دي ما ملهاش علاقة بال time expressions كلمة verb come يأتي تحول لي go طيب يبقى القاعدة عندنا إن إحنا بنعمل إيه لما بنجي نحول من direct speech لreported speech بحذف بحذف بستخدم ذات ويمكن استغناء بغير الضمائر وبحول الزمن عندي من present لpast طيب بيقول لي بقى إن أنا ممكن ما غيرش الزمن الزمن ممكن ما غيروش من present لpast أسيبه present زي ما هو إمتى قال لي أول حاجة لما لو الجملة عندي بتتكلم عن facts عن حقائق زي مثلا إيه كده زي مثلا الجملة زي يعني المدارس قال إن الأرض بتدور حوالين الشمس دي إيه دي فاكت صح كده ولا لا دي فاكت علشان كده ما بغيرش الزمن ما بحولش لpast هنقول برضو The teacher said that the earth moves round the sun دي حقيقة مستمرة كمان ما بغيرش الزمن لما يكون فعل القول عندي في present فعل القول ده هو إيه ما أقول says و say يعني مثلا نقول he says they say لما يبقى says أو say فعل القول يعني بقاش said مثلا يبقى says أو say بخلي الجملة عندي present زي ما هي ما بغيرهاش هنا مثلا نقول David says I am reading a story فنقول David says that he is reading a story ما أقول was reading ليه لأن فعل القول عندي says present مدارع خلاص تاني جوزي في الجرامر عندي جاب لي حاجة اسمها relative clauses يعني جمل الجمل الموصولة اللي بستخدم فيها يعني أدوات A وصل أو relative pronouns دمائر A الوصل دمائر الوصل دي بستخدمها علشان أربط جملتين ببعض طيب نفتكر relative pronouns كده مع بعض بسرعة عندي أول حاجة هو هو معناها الذي سوري الذي أو التي للايه للعقل بتشير للايه للعقل طيب which معناها الذي أو التي لغير العقل which الذي أو التي لغير العقل يبقى هو معناها الذي أو التي للعقل which الذي أو التي لغير العقل that الذي التي عقل وغير عقل عقل وغير ايه وغير عقل يبقى that بتحل محل أو هي بتشير لي الفاعل العقل أو غير العقل عندي كمان where معناها حيسو وهي بتشير للمكان وعندي كمان when معناها حينة وتشير للزمان يبقى كده عندي who معناها الذي أولاتي للعقل which الذي أولاتي لغير العقل that الذي أولاتي عقل وغير عقل where معناها حيثو وتشير للمكان when معناها حين وتشير للزمان عندي كمان ضمير whose ودي بتشير للملكية who's to share للملكية وهناخد أمثلة دلوقتي عشان نوضح الكلام ده طيب نشوف الأمثلة دي مع بعض نكراها كده نمبر وان بيقولي john missed the train he was planning to catch it يعني john فقد الكطار هو كان بيخطط انه اي يلحق بي بقولي استخدم which which قلنا معناها الذي أولاتي لغير العقل فلو استخدمت which هيبقى المعنى اي او انا عايزة اقول اي عايزة اقول ان john فقد الكطار الذي عايد على الاي على الترين الكطار كان اي كان هو بيخطط انه اي انه يلحق بي خلاص كده فهتبقى اي هنقول john missed the train which he was planning to catch وي ادي ما بقولهاش خلاص john missed the train فقد الكطار الذي كان اي يخطط للحق اي به he was planning to catch طيب نمبر 2 بيقولي وي متى مين احنا قابلنا رجل he was cycling round the world يعني كان بيلف حول العالم بيه بيه دراجة طيب فبقولي هنا استخدم اي هو يعني عايزنا اقول ايه قلنا هو معناها الذي او التي للعاكل عايزنا اقول احنا قابلنا الرجل الذي عايدة على ايه على الرجل الذي كان ايه يعني يطوف حول العالم بايه بالدراجة فهنقول we met a man who was cycling round the world we met a man who was طبعا هنحزف الضمير he ونعود عنها بيه بضمير الوصل who who was cycling round the world this is the woman هذه هي المرأة her car was stolen يعني سيارتها سرقت عايزنا استخدم who's وقلنا who's بتشير ليه للملكية يعني عايزنا اقول هذه هي المرأة التي سرقت سيارتها سيارتها خلاص فهنقول ايه هنقول this is the woman ونحزف ضمير الملكية او sorry صفة الملكية here وهنقول ايه هنستخدم ضمير الملكية who's او ضمير الوصل who's اللي هو بيشير للملكية يعني هنقول this is the woman who's car who's car who's car عارفنا يعني معناه اللي عربتها او اللي سيارتها was stolen this is the hospital my father works in it يعني هذه هي المستشفى full stop جملة تانية my father works in it والدي بيشتغل فيه طيب قلنا يعني هنستخدم ايه احنا دعونا نتكلم عن ايه عن hospital يعني مكان الضمير المناسب هو ايه هو where بتشير لي المكان فعايز اقول ايه عايز اقول هذه هي المستشفى التي يعمل ايه بها او فيها والدي this is the hospital where my father حيث حيث يعمل ايه والدي this is the hospital where my father works طبعا مش هقول in it يعني هذه هي المستشفى حيث يعمل والدي this is the house jack built it هذا هو المنزل jack built it يعني jack بناه خلاص هقول استخدم that اكي فانا هقول ايه هقول هذا هو المنزل الذي بناه مين الذي بناه jack خلاص و that هنا بتعود على ايه بتعود على house على شيء غير عقل اللي هو المنزل هنقول this is the house that jack built this is the house that jack built هذا هو المنزل الذي بناه ايه jack طيب هنا جاب لي كده some expressions with make و some expressions with do في كلمات كده تيجي معها verb make وكلمات تانية تيجي مع verb do فزي مسلا منقولي make friends make friends معناها ده expression معناه يكون ايه اصدقاء make a mistake معناها ايه يرتكب خطأ او يعمل خطأ يصنع خطأ make his او her mark with معناها ايه يعني يعلم او يضع بصمة يترك بصمة make his mark with او make her mark with يعني يضع ايه بصمته make a terrible fuzz معناها يصنع ايه ضجيجا make a terrible fuzz phone make phone call يعني ايه يعمل مكالمة هاتفية يتصل make a decision يعني يقرر make a mess يعني يصنع فوضى عندي هنا في بقى expressions with do نقول do shopping يعني يقوم بالتسوق do the dishes يعني يغسل الاطباق do homework يؤدي الواجب do the laundry يعني يقوم بالغسيل do a course on يقوم ببرنامج على do damage يسبب ضرر او تلف do the cooking يعني يقوم بالطه طبعا expressions دي بتتحفظ طيب نروح ل part 3 كده بسرعة ونشوف كده نقرأ الكلمات بتاعته ونشوف skill المهارة اللي هو بتكلم عن فيها او عنها في part 3 ايه اول حاجة عندي كلمة features معناها ملامح اوسمات magazine مجلة headline العنوان الرئيسي article مقالة في جريدة report تقرير olympic gold يعني زهبية الأولمبياد manager مدير in order بالترتيب mystery معناها سر غامض لغز غموض substitute يعني يستبدل او بديل owner معناها صاحب او مالك penalty ضربة جزاء extra time وقت اضافي include يتضمن او يشمل lose يعني يفقد او يخسر طيب عندي هنا verb travel معناها يسافر fly معناها يطير يعني يسافر بالطيارة sit ده البست من say معناها call flight رحلة طيران journey معناها رحلة طويلة stand up يقف walk around يعني يمشي حوله receive يتسلم او يستلم sit still معناها يبقى ساكنا يبقى ساكنا get stuck معناها تعطل فيه يعقى فيه courage عربة في الكطار methods طرق transport معناها النقل passengers مسافرين luggage امتاع free drinks مشروبات مجانية طيب هنا بيكلمني عن features of newspapers and magazines يعني ملامح او سمات المجلات الصحف الجرائد اول حاجة خالص بيقول لي اي say مقال مثلا او article مقالة بتبقى مثلا فيه newspaper او magazine features بتاعتها ايه اسمات بتاعتها ايه بكتبها ازاي الاول حاجة خالص خالص headline headline اللي هو العنوان الرئيس بقول ده very important مهم جدا لو شافوا ان العنوان الرئيس ده يعني ممتع شافوا كده attractive جذاب they will read the article هيعملوا ايه هيقرؤوا المقالة يعني زي ما بنقول كده الكتاب بيبامن عنوانه العنوان مهم جدا جدا عشان يخلي القارئ يهتم بانه يقرأ الكتاب زي العنوان بتاع المقالة بتاعتنا بتاع اليون بتاعتنا اللي هو ايه a match with a difference يعني مباراة مختلفة مباراة مع الفارق من نوع مختلف هنا بيقولي byline byline معناها ايه byline معناها خط ثانوي يعني زي عنوان ثانوي او الخط الثانوي وده بكتب فيهم ايه بكتب فيه اسم ال writer الكاتب هنا بيقولي the byline is the name of the person هو اسم الشخص who wrote the article اللي كتب المقالة زي مثلا في المقالة بتاعتنا كان الكاتب بتاعتها كان اسمه ايه عندي bridges طيب عندي كمان بيقول لازم نلتزم بي past tenses بازمنة ايه الماضي خلاص كده فبيقولي most newspaper reports most newspaper reports are written about events that have happened يعني معظم المقالات او التقارير الصحفية او الاخبارية يعني بتتكلم عن احداث اصلا حصلت بالفعل فلما اجي اتكلم عنها او احكي عنها طبعا بديه ان انا هتكلم بي في زمينة ايه الماضي لانها اصلا حصلت نقول مثلا they are written in past tenses بتتكتب بي في زمينة الماضي زي ما قلنا the match was full of drama from the kickoff زي مثلا المباراة كانت مليئة بالدراما من ركلة البداية المفروض دي مباراة حصلت وانا بكتب عنها ايه report مثلا فبتكلم ايه بازمينة الماضي opening paragraph يعني فقرة الفقرة الافتتاحية طبعا احنا عارفين ان المقال او الارتكل مقالة يعني في الجورنال المفروض بتتكلم بتتكوم من ايه من paragraphs يعني فقرات فقرات صحي كده كل فقرة ببقى فيها ايه من idea فقرة اساسية زي ما بتكتبوا مقال بال العربي وبتكتبوا مقسمون ليه افكار صح كل فقرة بكتب عنها ايه بكتب عنها اااااا يعني زي paragraph فالفقرة الافتتاحية بقى بيقول يعني المفروض الفقرة الافتتاحية دي بتخلي القارق شغوف انه يقرأ المقالة المفروض ان الفقرة الافتتاحية بتخلي القارق مهتم جدا وشغوف انه يعرف ويقرأ المقالة كلها وكمان هي بتعرفوا المقالة دي عن ايه خلاص زي مثلا زي مثلا ده ايه الفقرة الافتتاحية فبديقها كده بيقول ايه المباراة النصر النهائي بين السيدي وي اليونيتد تتابعوا الاحداث المفروض برضو ان احنا بنعمل ايه تتابعوا الاحداث يعني ابدأ اكتب لما بكتب بقى بكتب الاحداث ايه بالترتيب ما جيبش حاجة من الشرق على حاجة من الغرب لا بكتب الاحداث زي ما حصلت بالترتيب ايه بتاع يبقى ترتيب موضوعي ومنطقي يعني بتعرف القارق اللي حصل بالضبط ايه بالترتيب زي ما مثلا فرغل فلين فرغل فلين اريفد ان اهوت اير بالون اهدى احداث ايه جايبها بالترتيب يعني اللي هو كان مين فلين ده اللي هو طبعا عرفنا انه هو النيو اونر بتاع اليونيتد وصل في ايه في بلون المباراة بدأت في النصف الاول حصل كذا كذا بين الشوطين حصل كذا في النصف التاني وهكذا يعني احداث ايه متسلسلة بالترتيب طيب بيقول كمان يعني ايه حقائق المفروض ان المقالات بتاعة الجورنال دي بتحكيلنا او بتعرفنا ايه يعني حقائق يبدأ ايه يعني زي مثلا دا كده عندي description بيقولك ايه البالون او المنطاد اللي انه احمر اصفر واخدر ويبدأ يديلك ايه يعني حاجات حقيقية حصلت ايه بالفعل quotations يعني ايه quotations يعني اقتباص يعني ايه يعني شخص قال جملة فانا باخدها انقلها عنه زي ما هو قالها بالضبط اوكي زي ما بنقول كده ايه يعني diet speech كلام مباشر كده حد قاله وانا باخده بنقله زي ما هو هنا بيقول reporters often include what people think about what has happened يعني دايما الصحفيين بياخدوا الكلام طبعا الصحفي المفروض بيسأل ناس رأيك ايه مش عارفة ايه وهكذا فبياخدوا الكلام اللي هم قالوا زي ما قالوا بالضبط كده اه ما بيغيرش فيه اه حتى بنحطه ايه between ايه كوتشان ماركس علامة التنصيس كده فنعرف الكلام ده تقال زي ما هو تكتب بالضبط هنا بيقول ايه لو ناخد بالنا يعني احد الفانز المشجعين او الجمهور بتاع اليوناتد بيكلم عن الاونر بتاع النادي الجديد فبيقول ايه قدر ييجي على ايه على اه اه لوحي زي التزلج اه لو اراد فالجملة زي ما قالها اتكتبت الصحفي او الريبورتر كتبها زي ما قالها ايه بالضبط فبيقولي كمان يبقى فيه illustrations يعني ايه بقى illustrations اللي هو توضيح يعني بيبقى الكلام او المقالة مدعومة مثلا ب اه اه photograph يعني بصورة ب drawing برسم توضيحي اه ده بيقول makes a newspaper report more interesting بيخلي المقال ده او التقرير ده اه شايق اكتر اه united won the semi final against city اه ال united fast بال semi final مقابل ال a ال city اه كده خلصنا اليونت بتاعتنا معادش فيها حاجة يعني اتمنى تكونوا استفدتوا منها وفهمتوها لو عجبكم الفيديو متنسوه لايك وشير وسبسكريب القناة اشوفكم على خير good bye اشتركوا في القناة